أدى تراجع مستوى إنتاج القمح في الصين هذا العام بنسبة 0.9% بسبب سوء الأحوال الجوية قبل موسم الحصاد مما أدى إلى نقص في المحاصل الزراعية لهذه الدولة التي تعتبر من أكبر الموردين للحبوب في العالم التغييرات المناخية التي يشهدها العالم في الأولى الأخيرة أدت إلى خفض إنتاج الحبوب إلى 134.53 مليون طن حيث يرقب سوق القمح العالمي التغييرات المناخية في كندا والولايات المتحدة التي تعتبرها من أكثر الدول المصدرة أما بخصوص الحبوب الأوكرانية غادرت صباح اليوم سفينة أخيرة من أودسا الأوكراني بمجب اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة وذلك قبل حلول موعد نهائي يقتضي به سريان الاتفاق ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفر جديدة منذ شهر جوان الفارط وسينتهي أجل الاتفاق غضان الاثنين إلا وإذا وافقت موسكو على تمديده وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام الأمم المتحدة ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من الاتفاق لدي أبرمة في جوان الفين واثنين وعشرين بوسطة الأمم المتحدة وتركيا وتم تمديد الاتفاق في المرة السابقة لمدة شهرين في السابع عشر من شهر ماير ماضي الرئيس الروسي أكد أن الهدف من اتفاق الحبوب الأوكرانية يهدف إلى تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة ولا سيمة في القارة الإفريقية مشيرا إلى الاتفاقيات بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المتاجة الغذائية والأسمد الروسية التي لم يتم الوفاء بها من جهاتها أكدت منظمة التجارات العالمية أن مساوى إنتاج الحبوب تراجع بنسبة 0.9% عن مستوى في الفترة 2022 وتشير توقعات أن الإنتاج العالمي للحبوب بلغ 5.9 مليون في هذا الشهر مقارنة بالعام الماضي